فانتهينا. اذا انتهت هذه السلسلة. اه وفعليا انا كنت اود ان يعني ان اقوم بنقل القالب كما هو فعليا. لكن تصدقون يعني هذا يتطلب وقت وقت والمشاهد فعليا غير مهتم بهذا الوقت. او اغلب المشاهدين غير مقدرين لهذا الوقت. اه فبالتالي بالعكس هم هم يعني الاغلب يدوم في الوقت. ان لماذا تأخذ الوقت في الشرح? لماذا لا اعرف ماذا? فبالتالي هذا الشيء الذي يعني احيانا انا اشرح اشرح على اساس مثلا ان يكون هناك متابع او اثنين او ثلاثة. او نصف متابع. يعني لا مشكلة دايب نصف متابع. اه يتابع فعلا بصدق. يتابع فعلا يريد ان يتعلم. او يأخذ فرصة للتعلم. لكن هذا غير موجود. يعني اغلب الناس تفضل ان تشاهد فيديو اه فيديو ترفيه على ان تشاهد فيديو تعليمي لمدة طويلة. يعني ربما يشاهدون حفلات لمدة ساعات طويلة لكن لا يريدون مثلا التعلم لمدة ساعة او ساعتين. اه وهذه هي طبيعة اغلب الناس انهم يعني فيهن بعضنا الكسر. اه و اه انا اعرف اي شخص يمكن ان اه يرد على كلام يقول لي لا ليس لدينا وقت نحن مشغولون نحن لا عارف ماذا. وكل هذه القصص انا اقدر يتفهم يعني يتفهم لكل انسان وظروف ولا يمكنه ان يتابع كل شيء. لكن بنفس الوقت يعني اه هذا لا يعني ان اه انه علق كثيرا على الشيء التعليمي مهما كان. مهما كان. يعني انا اذكر مرة عندما انتشرت السيارات اه اه سيارات الخصوصية للتوصيل ليست سيارات التكسي اه السيارات الاخرى اه للتوصيل. و اه كانت بعض الناس تتدمر. تقول هذه السيارة جميلة. هذه السيارة نظيفة. هذا الصائق جيد. هذا الصائق متدمر. هذا الصائق لا اعرف. كان الناس دائما يتدمروا من هذا الموضوع. وانا عندما اسمع الكلام اقول لهم المهم ان تصلوا بسلام. هذا هو المهم. ليس المهم كيف شكل السائق وليس المهم شكل السيارة. المهم هو ان تصلوا بسلام. وفعليا يعني هذه الفكرة فعليا هي التي يجب ان تكون. اذا اردت انا فعلا ان اتعلم. اردت فعلا اني ان اصل بسلام. ان افهم المعلومات. فعلي ان اترك الامور هذه الجانبية. ولا اعلق على الطريقة. يعني مثلا انا اردت التعلم ولم يعجبني مثلا الاستاذ الفلاني لم تعجبني طريقته وليس هو يعني. الطريقة لم تعجبني فانا بالتالي اغير من اتجاهي. كل بساطة لكن لا اتذمر ان هذا الاستاذ اه هذا الاستاذ لا يدرس او لا يفهم او يطيل او يقصر في الوقت او لا يعطي الدرس حقه لا لا يهمني هذا الموضوع. انتهى انا هذا الاستاذ لا اريد متابع معه اتابع معه شخص اخر. لكن اغلب الناس تريد ان تقول لا. هذا شيء خطأ. هذا درس طويل. هذا درس اه ينسون الفكرة الاساسية. هو ان يتعلم. وليس الفكرة الاساسية بالشكل. اه كما فكرة السائق والسيارة يعني. المهم ان تصل بسلام. ليس المهم الشكل. ليس المهم السيارة. ملون السيارة. مهم ان تصل بسلام. وهذه الفكرة اه اه ونحن نسينا مع مع التسارع الحياة نسينا الاساس. الاساس الذي هو ان الاساس ان الكل شيء سيأخذ وقت فسواء اه انت كنت سريع بالعمل تعلمت بثواني شاهدت فيديو ساعتين وفهمته ام شاهدت فيديو عشر دقائق وفهمته. الاثنين نفس الشيء. لان عقلك يحتاج وقت لفهم الموضوع. فمثلا الفيديوهات السريعة قد تأخذ عشر دقائق من وقت فقط لتشرح لك. لكن هي تم صدقوني اه يعني فيها الكثير من القص فيها الكثير من القص من الاشياء اختصار الاشياء حذف الاشياء. لا يمكن انسان طبيعي ان يسجل من المرة الاولى عشر دقائق لشرح موضوع معين. او خمسة دقائق. لا يمكن من المرة الاولى. فهو قام بالكثير بوضع الكثير من الجهد والتعب والساعات حتى يختصر هذه العشر دقائق. وانت عندما تشاهد هذه العشر دقائق فانت تحتاج ايضا عشرات الدقائق بعدها حتى تفهم. فاذا كان الفيديو مثلا طويل مثلا يشرح لك خطوة بخطوة بشكل بطيء يمكنك المتابعة معه. الشخص يقول لك وهو انا اقول لك ان يمكنك ان تسأل ان تقول لم افهم لك الحق بذلك. اه وبالتالي يمكنك ان تتابع معي بدلا من التدمر. لا 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 اريد هذا. هذا الصعب. هذا اللي اعرف ماذا. يعني انا اتمنى لو كان مثلا يعني في بداياتي لو كان الشخص مثلي موجود. ساشاهده دائما. سأتابع البث المباشر الخاص به. حتى اتعلم. وانا فعليا كنت اشاهد بث مباشر مثل هذه الاشياء. ولم افهم. يعني لم افهم كل شيء يقوله الشخص. لكن اخذت بعض الافكار. فعلا اخذت بعض الافكار. وايضا كان ذلك تشجيع لي. لان احيانا مثلا اشعر ان الشخص الاخر ايضا بطيء او الشخص الاخر ايضا لا يفهم. كما انا لا افهم. بمعنى اخر الشخص الاخر ايضا يواجه تحديات. وانا ايضا واجه تحديات. فبرغم ان الشخص الاخر هو شخص متقدم جدا. لكنه يواجه تحديات. وانا مبتدى وواجه تحديات. فهذا يعني يشجعني اكثر انني في الوضع الطبيعي. وفعليا الشيء الذي تشاهدونه امامكم هو الوضع الطبيعي. يعني عندما يكون هناك آآ بدء مباشر. وهناك كثير من الاخطاء التي تظهر. فعليا. آآ لان لا يوجد معرفة كاملة. ومهما عرفت بالموضوع. يعني مثلا يوجد اشياء انا طبقتها اكثر من مرة. فانما اطبقها المرة التي بعدها اقول انا يعني الان ممتازة. يعني لا يمكن ان افطأ بها لانني اعرفها. لكن مع ذلك يحدث فطأ ما. والسبب لذلك السبب ان احيانا انت هذا شيء فكرة يعني منطقي. ان انت مثلا تطبق شيء نفس فكرة حتى في الحياة العادية. يعني مثلا يمكن ان تقول انا خبير بزراعة الاعشاب مثلا. انا ازعى الاعشاب ودائما الاعشاب في بلدي تنمو وابيع منها وانا خبير اعشاب. لكن اذا اخذت الاعشاب هذه نفسها وذهبت مثلا لافريقيا لافريقيا او بلدان اخرى من اسيا او في امريكا اللاتينية. وحاولت ان تزرع هذه الاعشاب ما الشيء الذي سيحدث ربما ستفشل. سيقول لك اين ما عرفتك انت انسان فاشل. الان انت قلت انك خبير اعشاب وزراعة اعشاب وانت الان فاشل في هذا الموضوع. والفكرة ليست انك فاشل. الفكرة ان تغيرت البيئة. اه ونفس الشيء الموضوع بالنسبة لماذا? نفس الفكرة بالنسبة للبرمجة. فمثلا انت مثلا تطبق شيء ببيئة معين. ما هذه البيئة? البيئة لها عدة طبقات. يعني بداية جهازك الحاسوب. او البيئة. انت قد انت طبقت على جهازك الحاسوب. البيئة الثانية هي البيئة الموقع الذي على جهازه. يعني انا مثلا لدي دوكر كنتينرز ففيها اكثر من موقع. فالبيئة الاولى هي جهازي. جهازي الحاسوب مثلا الاشياء التي تم تثبيتها على جهازي الى اخره. البيئة المواقع التي على الكنتينرس. هذه بيئة اخرى. في الموقع هذا نفسه ما الاشياء التي حدثت في هذا الموقع? ما هي الاعدادات الخاصة بالموقع? فمثلا لو غيرت اي شيء انا بسيط. فيمكن الشيء الذي كان اكون اه اكون انا خبيرة فيه في موقع اخر في هذا الموقع افشل به تماما. لماذا? لانه هنالك هنالك متغيرات تلعب. تلعب في الساحة. اه متغيرات انا اقول تلعب في الساحة انا اقصد انها تستاهم. متغيرات اه يعني لها دور. طعنا نقول لها دور في العمل. وبالتالي الاشياء كلما تغيرت هذه المتغيرات تغيرت النتائج. وهذا شيء طبيعي انك تخطئ. فانت احيانا تعمل بكل اه بشكل رائع وممتاز على جهازك. لكن عندما تنتقل لجهاز اخر انت تفشل. انا اقول تفشل. هذا الكلمة غير صحيحة. لكن هذه الكلمة المتعارفة عليها. هذه الكلمة التي ربما نقولها لانفسنا او نسمع الناس يطلونها عنه. فانا اقولها. لكن هي ليست فشل. هو بكل بساطة الشيء الذي حدث واجهك تحدي بسبب تغيير البيئة. وهي بيئة الجهاز. اه بيئة جهازك ككل. وماذا يعني بتغيير جهازك بالنسبة للبرمجة لانك تغيرت التقنيات المثبتة. فمثلا انا ربما اعمل على نود اثنان وعشرين. تقنية نود اثنان وعشرين. النصفة لاصدار اثنان وعشرين. انت تعمل على ثمانية عشر. اطبق انا جهازي كل شيء تمام. اتي اطبق على جهازك لوجد مشاكل. لماذا? النصفة تغيرت. واحيانا الشيء الذي يحدث هو انه اه ليس فقط النصفة التي تغيرت. اه النصفة التي تغيرت على من جهاز لاخر. النصفة التي تغيرت على نفس الجهاز احيانا. يعني مثلا انت تقوم بترقية تقنيات معينة. اه وآآ كان كل شيء يعمل البارحة. اليوم لا يعمل اي شيء. لماذا? تحديث معين لم يتوافق مع الكود القاس فيك. مشكلة توقف عن العمل. طيب انا خبير انا افهم انا اعرف. صحيح. لكن هناك عوامل افنة. هناك متغيرات. هذا اعزائي هو الشيء الطبيعي. هذا الشيء الطبيعي الذي ربما لا تجدونهم بدروس برمجة. لان ماذا يفعلون? يقومون بالقص. قص الدروس. اه اذا كان هنا انا اقوم بقص الدروس. يعني الان مثلا هذا الدرس انا انتهيت منه الان. اه شخص الذي شاهد على البث المباشر سيشاهد الاخطاء. لكن الشخص الذي يشاهد في النهاية لن يشاهد الخطأ. سيتم قصه. فقط سيشاهد الاشياء الصحيحة. اه وبالتالي لن يتظهر له الاخطاء. فيعطي فكرة ان هذا الشخص الذي يشرح ويفهم كل شيء في العالم. ووصل الى معرفة كاملة. ولا يخطئ. وهنا ربما تقارن نفسك بالشخص المقابل تقول لماذا انا اقتر? فانا ادي مشكلة. لا ليس اديك مشكلة. يعني الان كل شيء بموضوع الفيديوهات اصبح كموضوع عمليات التجميل يعني. نفس الشيء يعني. يجملون الشيء حتى تنظر اليه تعتقد انه شيء اه مكتمل. لا الحقيقة الطبيعة غير ذلك. فالخطأ وارد كثيرا. وخطأ موجود كثيرا. ويعني موجود بشكل كبير جدا. ليس موجود انه موجود مثلا بشيء بسيط. او ربما خطأ باليوم. لا موجود بكثرة الخطأ. واغلب الناس تخطأ. مبرمجين او غير مبرمجين. لكن كوننا تحدث من موضوع البرمجة. الناس تخطأ. وبالتالي علينا ان نتقبل هذا الشيء. نتقبل ان نرى شخص يخطأ ونتقبل ان نحن نخطأ. و اه هذا التقبل سيساعدنا كثيرا على الاستمرار بالعمل. استمرار بالعمل. بداية سيعطيك اه سيعطيك صفة التواضع. ان انا لا يمكن ان اكون اه يعني لا يمكن ان اعرف بكل شيء. لا يمكن ان لا اخطأ ابدا لا يمكن ذلك. غير منطقي. ابدا عدم الخطأ. والموضوع الثاني هو ان اذا اخطأت فهذا شيء عادي يعطيني فرصة ان استمر. يعطيني فرصة ان اطور نفسي. يعطيني فرصة ان اصبح افضل. وكلما كنت متسامح اكثر مع هذه الاخطاء. كلما اصبحت اكبر. واصبحت متعلم افضل. متعلم افضل يعني تعرف اكثر. وفعليا ستخطأ بنسبة اقل. بنسبة اقل. لن لن تصل لمرحلة عدم الخطأ لكن ستخطأ بنسبة اقل. لماذا? لانك تسامحت مع الاخطاء. هذا شيء مهم جدا عزيزي المتابع. موسيقى 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 موسيقى